الهلال الأحمر المصري يا سيدة مؤسسة تعمل بمعايير وبقاليات فعلا ما تقلش عن أي مؤسسة عالمية تعمل بهذا المجال ولأجل هذه الأهداف الهلال الأحمر الحقيقة بتاريخه الطويل كده بس يمكن الأحداث بتخليك تلقي الضوء أو الأحداث بتنور لك حاجات كتير زي ما حصل كده في الوضع الحالي يعني الحدث الأبرز على الساحة العالمية هو الحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهتلاقيني حتى وأنا بكلمك بقولك الأراضي الفلسطينية المحتلة مش بس في القطاع لأنه وحشية الاحتلال خرجت بره القطاع غز وحشية الاحتلال شغالة في كل حتة يعني وأنا بكلمك هو لسه بيبني مستوطنات في القدس وأنا بكلمك هو أنت بتحارب ولا بتبني مستوطنات ولا أنت عايز تزود اشتعال الأزمة عش كده دايما لك هي حكومة الحقيقة في كل الأحوال ساقطة 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 ماشية ماشية مفيش حكمة على الإطلاق على الإطلاق الحكومة دي ماشية ماشية الحكومة بتزود أمد الحرب بس عشان تفضل موجودة وتجد لنفسها منفذ للخروج الآمن ليس إلا أرجع بيك على الليلة الأحمر الليلة الأحمر بدوره العظيم أدى إلى أنه السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس بتتوجه بالشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر